يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز المائة وخمسين مليون إصابة في حين يقترب عدد الوفيات من ثلاثة ملايين ونصف المليون الوفاء المزيد في سياق التقرير التالي بسرعة فائقة يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم إذ تجاوز عدد الإصابات حاجز المائة وخمسين مليون إصابة في حين يقترب عدد الوفيات من ثلاثة ملايين ونصف المليون وفاء في الهند جاوزت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا 400 ألف حالة للمرة الأولى منذ أن بدأت الموجة الجديدة تضرب البلاد ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة تطعيم ضخمة فتحتها السلطات أمام كل البالغين ورغم أن الهند أكبر منتج للقاحات كوفيد-19 في العالم فإن لديها عددا محدودا متاحا من الجرعات مما يفاقم هذه الموجة من الوباء والتي شكلت ضغطا هائلا على المستشفيات في حين تتدافع الأسر للحصول على الأدوية والأكسجين انتشار السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا دفع العديد من بلدان العالم إلى إغلاق أبوابها أمام القادمين من الهند في استراليا قال مسؤولون أنه سيتم منع الاستراليين الذين كانوا في الهند قبل 14 يوما من تاريخ اعتزامهم العودة للوطن باندخول استراليا اعتبارا من يوم الاثنين مشيرين إلى أن خرق الحظر ينطوي على عقوبات مدنية وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات يأتي ذلك فيما قال مسؤولون بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي شو بايدن يعتزم فرض قيود جديدة على السفر تتعلق بالهند بدءا من يوم الثلاثاء في ضوء تفشي الجائحة هناك وهو ما يمنع معظم القادمين من جنسيات غير أمريكية من دخول الولايات المتحدة في تلك الأثناء قالت بريطانيا أنها ستستضيف قمة العام المقبل لجمع الأموال لأبحاث اللقاحات وتطويرها لدعم تحالف دولي يسعى لتسريح إنتاج لقاحات للأمراض في المستقبل وعلى صعيد اللقاحات قال باحثون بريطانيون أن الوفيات والإصابات بفيروس كورونا باتت نادرة بعد تلقي اللقاح مشيرين إلى أن هناك عددا قليلا جدا ممن أصيبوا بالمرض من المسنين وممن يعانون من ضعف عام يدخلون إلى المستشفى ويتوفون حتى بعد الحصول على الجرعة الأولى من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا لكن ذلك لا يعني أن اللقاحات غير فعالة في سياق متصل منحت موظمة الصحة العالمية لقاح مديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا ترخيص الاستخدام الطارئ ليرتفع بذلك عدد اللقاحات التي حصلت من المنظمة الأممية على هذه الإجازة إلى خمسة لقاحات وأعلنت المنظمة أن فريق الخبراء الاستشارية الاستراتيجية تابع لها بشأن التطايم خالص إلى أن لقاح مديرنا فعال بنسبة 94%